السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الخميس الرابع عشر من صفر 1437 هجري السادس والعشرين من نوفمبر 22 2015 ميلادي هذه المعلومات يا أخوتي بهذا اليوم يعني بكرة بجسد غير فما بكرة واحد يلومني أنا هذا الفيديو عم سجله بس كرامي لشوارب أخ طلب مني ذلك ولا أنا لا أحب أن أتدخل في هذا الموضوع لأنه ليس من اختصاصي ولا أحب أن أتدخل في موضوع الهجرة لأنه سوف يأتيني أسئلة كثيرة ولأعرف الإجابة عنها وسوف أتعب لكن كرام حبا وكرام بهذا الأخ الذي طلبه أتكلم الفيديو يتعلق بالتغييرات الأخيرة التي حصلت الآن في السويد يوم الثلاثاء كان رئيس الوزراء تكلم هو ومسؤول من حزب الخضر تكلموا عن اتفاق بينهم المشروع جديد هذا المشروع سيتطبق من تاريخ 1 أبريل إذن هو المشروع أتقدم آخر موعد له تطبيق 1 أبريل وهو يعني نزل إلى المستوى الأدنى لما تفق عليه اتحاد الأوروبي بالنسبة لمعاملة اللاجئين هذه التغييرات من أجل وقف بشكل شديد يعني الضغط على تدفق اللاجئين إلى السويد لأنه في شهرين فقط 80 ألف واحد دخل السويد تطلب اللجوء في أسبوع كل أسبوع سبق تألاف واحد يدخل السويد يطلب اللجوء السويد عجزت الآن عن تأمين المتطلبات وهذا موضوع آخر المهم السويد تريد الآن خفض ذلك بشكل شديد وهذه التغييرات سوف يعني مدتها لمدة ثلاث سنوات ربما يغيروها قبل ذلك أو ربما يراجعوها بعد ثلاث سنوات ستة أمور سوف تتغير الأمر الأول هو أنه سوف تعطى إقامات مؤقتة سوف تعطى إقامات مؤقتة ما عدا أولئك الذين يأتون عن طريق الأمم المتحدة أولئك إقامتهم دائمة أما الباقيين سوف يعطوا إقامات مؤقتة وهذا الأمر يعني يمكن أن يشمل حتى الأشخاص الذين دخلوا الآن يعني ليس فقط من تاريخ 1 أبريل إذن إقامات مؤقتة للاجئين ما عدا أولئك الذين يأتون عن طريق الأمم المتحدة الأمر الثاني موضوع الجمع العائلي هذا الجمع العائلي سوف يتغير يعني سوف يكون أصعب وسوف يكون فقط للعائلة الأساسية يعني مثلا الأولاد فقط الأولاد والزوجة وله شروط خاصة ليسوا مطلع على التفاصيل لكن سوف يعني يكون هناك صعوبة أكبر لأنه لن يسمحوا يعني كيف يعني اللي عائلاتهم بالفعل هن اللاجئين يعني ما موجودين بما أماكنهم سوف يعطوهم حق المجيء إلى أهلهم لكن مثلا إذا واحد عائلتهم موجودة في منطقة لو فيها حرب بس هنموا لاجئين إساتهم بمنطقتهم هذا ما حيعطوه أو مثلا موجودين مثلا بمكانهم العادي ما حيعطوه حق أنه يجتمعوا لم الشمل بعدين لحيصير هناك أيضا ضغط أنه يجب عليك إذا أردت أن تحضر أحد من عائلتك يجب أن تستطيع أن تتكفل بمصاليفه والأمر الآخر هو موضوع أنه سوف يضع حواجز يعني بين الدنمارك والسويد من أجل التدقيق على الهويات بالباخرة أو بالقطار سوف يضققوا على الهويات والجوازات السفر هل هناك أمر آخر على ما أذكر هذه الأمور بشكل عام يعني الهدف من هذا الأمر يا إخوتي هو الحد من الهجرة وعلى علمكم على فكرة هتتعرفوا أكثر اللي عميجوا هنم ليسوا من سوريا الأقلية من سوريا الأكثرية من الأفغان الأفغان عميجوا من إيران ومن أماكن أخرى أدلوني الأفغان أكثر شيء وخصاً الشباب منهم هاي الأكثرية العظمى يعني وادلون والله أعلم ما هيعطوهم إقامات يعني لأنه مثل ما قلتكم لح يخفضوا كتير هلأ يشددوا القوانين كتير يعني بالنسبة أنتوا للسوريين لا تخافوا لأنه طالما الظروف في سوريا هيك فمعناته أموركم أنتوا إن شاء الله بلمضمون ومثل ما قلتكم أنا ما بعرف واحد أخذ إقامة مؤقتة بالسويد إلا بعدين ما حولها لدائمة فما ما تشغلوا بالكم كتير اللي بيجي من عند الله يا ما أحلى فما في دائل إحنا نعود نوتر أصابنا ونقول بكرة ما بيعرف حدا شو حيصير بكرة أنا هاي وجهة نظري الآن أحكي لكم يعني وجهة نظري إنه أخي توكلوا على الله ولا تحملوا هم لأنه مثل ما قلتكم أنتوا احتاخدوا إقامة احتاخدوا إقامة كسوريين والأمور بعدين حتتغير بعد فترة ما بيعرف الواحد شو بيتغير بين ليلة وضحاها إيا هاي بس اللي عم يشددوا مشان يخوفوا الناس ما تجي على السويد لأنه ما عد عندهم مكان يستوعبوا هالناس هاي كله يا تا الله إن شاء الله كون قدرت توصلكم المعلومة والحمد لله السلام عليكم